وليلقى مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة الوزير بداية نرحب بك في نشرة الأخبار وهل لك أن تحدثنا عن مبادرة قرم البحرين بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله مساكم بكل خير وأشكركم على هذا الاستضافة بدأتنا أتقدم بخلص الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة على أطلاق مبادرة قرم البحرين هذه المبادرة التي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية زراعة أشجار القرم في مملكة البحرين وتعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف المختلفة بما يدعم تنفيذ مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياة الكربوني بحلول عام 2060 هذه المبادرة تأتي ضمن التزامات المملكة في مواجهة تحديات التغيير المناخي وحماية البيئة وهي أيضا تعبر عن الدعم الكبير الذي قدمه الشيخ محمد بن سلمان الخليفة لجهود زراعة أشجار القرم في مملكة البحرين وفق الخطط الموضوع في هذا الجانب والتي تهدف إلى زيادة أشجار القرم بأربعة أضعاف بحلول العام 2005 سعادة الوزير هل لك أن تحدثنا عن مميزات أشجار القرم وما الذي تشكله هذه المبادرة للعاملين في وزارة شؤون البلديات والزراعة وغيرها من الوزرات وأيضا مؤسسات الدولة كما تعلمون فأن أشجار القرم تتميز بمقدرة كبيرة على امتصاص طانيكسيد الكربون وأيضا لها دور بارز في النظام البيئي من بين جميع الأنواع في الطبيعة ما شهدناه اليوم نطلق سموه لمبادرة قرم البحرين يشكل ويمثل حافز كبير لدى جميع العاملين في الوزارة وشقيقاتها من وزارات ومؤسسات الدولة لمواصلة هذه الجهود ومضاعفتها للوصول للأهداف المنشودة والارتقاء بالجانب البيئي والزراعي في مملكة البحرين ومضاعفت المبادرات الداعمة للتشجير وتشجيع الأفراد على المشاركة في هذه المبادرات تحقيقا للشراكة المجتمعية من مختلف الجهات لا يسعني إلا أن أكرر شكري وتقديري لا سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة على دعمه المتواصل للمشروع ونأكد على أهمية مشاركة المجتمع في دعم مثل هذه المبادرات الهادفة إلى المحافظة على القطاع البحرين والارتقاء بالغطاء النباتي إذن سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر